أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صبحكم الله تعالى بكل خير الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه تنزه ربي عن القعود وعن الجلوس وعن الحركة والسكون وعن الاتصال وعن الانفصال سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأعطران الأنوران على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من حن الجذع اليبيس إليك الصلاة والسلام عليك يا من انشق لإشارتك القمر وسلم عليك الحجر والشجر صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الله عظم قد رجاه محمد فأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما إخوة الإيمان والإسلام كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض النصائح التي وجهناها للزوج والزوجة والتي تكون من أسباب السعادة الزوجية ونكمل اليوم ما كنا قد بدأناه والقاعدة التي اتفقنا عليها منذ الحلقة الماضية أن الأمر قائم بين الزوجين على الإحسان قائم على الإحسان بينهما قائم على الإحسان قائم على المودة والرحمة قائم على المودة والرحمة والإحسان والشفقة إلى غير ذلك فالواحد منا عليه أن يحسن خلقه الواحد منا عليه أن يتعامل بحسن الخلق حسن الخلق ولين الجانب هذه الأمور ينبغي علينا أن نلتزم بها ولا نذكر ذلك من مجرد كلام نتسلى به أو مجرد قصص وأشياء نحن نتكلم فيها حتى نمصمص الشفاه ونحو ذلك لا هذا ينبغي أن يكون منهج حياه هذا ينبغي أن يكون منهج حياه أن نسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك وقلنا كل ذلك يتبين للإنسان بالعلم للإنسان لما يتعلم فيعرف ما يجب له وما يجب عليه ويعرف الأمور المطلوبة منه فيؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فيكون ذلك من المتقين لأن التقوى ما هي التقوى التقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات أن تؤدي ما افترض الله عليك وأن تنتهي عما نهاك الله عنه فإذا فعلت ذلك كنت من المتقين والمتقون لهم يعني لهم منزلة عظيمة لهم منزلة عالية عند الله يوم القيامة فالواحد منا ينبغي أن يكون كذلك والأمر كما كنا قائم على المودة والإحسان قائم على الشفقة والرحمة قائم على اللين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فأنت أيها الزوج عليك حقوق لزوجتك ينبغي أن تنتبه لها ينبغي أن تنظر إليها ومن هذه الحقوق الواجبة عليك الإنفاق عليها من حلال بحيث لا يكون الأمر لا إصراف ولا تقتير يعني لا نوسع في المصرفات والتنعم والتنعم والتلذذ ونحو ذلك وبنفس الوقت لا تكون شحيحا شحيحا عليها بل النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض الصحابة يسأله عن بعض حقوق الزوجة لما سأله هذا الصحابي فقال له يا رسول الله ما حق زوجتي أو ما حق زوجة أحدنا عليه فقال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت يعني إذا طعمت عليك أن تحضر لها الطعام أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه هذا ينبغي التنبه له الضرب على الوجه حرام حتى ولو كان عن طريق المزاح ولو كان لولدك ولو كان لصديقك لو كان لزوجتك الضرب على الوجه حرام النبي نهى عن ذلك فقد ورضى في الحديث إن الله خلق آدم على صورته هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة ينبغي التنبه له لا يفسر ليس معناه أن الله له وجه أو له صورة أو له هيئة وآدم خلق على هذه الهيئة الله منزه عن الهيئات منزه عن أشكال منزه عن الصورة لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي يعني تقتضي الهيئة وهي عن الله وعن صفاته منفية والقاعدة كل ما دار بالبال والخيال فهو بخلاف ذي الجلال والإنعام سبحانه وتعالى فلا نفسر مثل هذه الأحاديث وكذلك الآيات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليس معناه أن الله له وجه لا بل المقصود بذلك ويبقى أي ما أريد به وجه الله أي ما طلب به الثواب من الله سبحانه وتعالى هذا معناه وأما الحديث لما إنسان ضرب إنسانا على وجهه فالنبي نهاه وقال له إن الله خلق آدم على صورته معناه الله الضمين هنا يعود إلى آدم عليه السلام ومعناه أن الله خلق آدم على الصورة التي خلقه عليها ليس معناه أن الله له صورة وآدم خلق على مثل هذه الصورة الله ليس كمثله شيء ومعنا اتصال تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام أهلا وسهلا ومرحبا تفضل الرسول عليه السلام في حديث لي في المسلم في المسلم صحيح الإمام المسلم نعم بيقول في سأل يعني كما ذكرت الحديث سأل حتى ستبه لا أين الله نعم لا أين الله فألف له الله في السماء فقال يعني أطلق صراعا وقال لها عطيقة فإنها مؤمنة تريد أن تعرف معنا هذا الحديث نعم وفي حضرتك الشيخ بيسألوا نفس السؤال بيقولوا نعم معاك الملحدين بيقولوا أين الله فهل السؤال سأجاوبك الآن هذا الحديث يعني كنا منذ قريب كنا نتكلم عن الحديث عن إن الله خلق آدم على صورته قلنا أن الله ليس كمثله شيء الله خالق الزمان والمكان فلا يحتاج إليه ما سبحانه وتعالى كان موجودا قبل الزمان وكان موجودا قبل المكان بلا مكان وبعد أن خلق المكان سبحانه وتعالى لا يتغير عما كان وأما الحديث الذي سأل عنه الأخ عبد الرحمن الذي ورضى في صحيح مسلم أن جارية أن رجلا كان قد صكك امرأة على وجهها ضربها على وجهها فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتقها فالنبي سألها امتحنها فقال لها كما في رواية مسلم قال لها أين الله قالت في السماء وهذه الرواية أولا يعني بعض العلماء تكلموا في إسنادها وكما قال الإمام النووي وهذه من الأحاديث التي تكلم فيها في صحيح مسلم كما ذكر هو في مقدمة صحيحه أن هناك ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث يعني قد تكلم عليها العلماء فهذه الرواية لما قال لها أين الله هذه الرواية متكلم فيها لأنها وردت فيها اضطراب في المتن وردت بروايات عدة فرواية مسلم قال لها أين الله ورواية ابن حبان قال لها من تعبدين قالت أعبد الله ورواية مالك في الموطأ قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فشهدت فهذه روايات عدة هنا اختلاف في ألفاظ المت ويوجد اضطراب في ألفاظ المت فالإمام النووي قال في شرحي على صحيح مسلم قال من قبل هذا الحديث من قبله من العلماء قبله على التأويل قال فسؤاله بأين سؤال عن المكانة لا عن المكان فلما قال لها أين الله أي ماذا تعتقدين من المكانة في حق الله فقالت في السماء أي عالي القدر جدا عن هذه الأصنام التي يعبدونها في الأرض معنى في السماء أي عالي القدر جدا أحيانا لما بيكون إنسان كان وضعه فقيرا ثم تحسن حاله فبنسأل مثلا فلان فين فيقول فلان فلان في السماء يعني معناه صار له شأن مرتفع صار له شأن مرتفع فقال فسؤاله بأين سؤال عن المكانة لا عن المكان وقوله في السماء أي عالي القدر جدا عن هذه المعبودات التي يعبدونها في الأرض وهذا الحديث ليس فيه متمسك للمجسمة الذين ينسبون إلى الله المكان الذين ينسبون إلى الله الجهة الذين ينسبون إلى الله الجلوس على العرش هذا الحديث ليس لهم متمسك فيه لأن هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تعطي خلاف هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها فمعناه يعني هنا القرب المعنوي وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا فوق السماوات لما وصل إلى سدرة المنتهى وليعلم أيها الأحبة لعله بعد ذلك إن شاء الله نتعرض لهذه الأمور بالتفصيل أكثر في قصة الإسراء والمعراج لما عرج به إلى السماوات العلا لم يعرج به لمقابلة الله في السماء لا بل كما قال الله تعالى لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا فلنريه من آياتنا فالمقصود من المعراج هو تشريف النبي بإطلاعه على عجائب العالم العلوي تشريف النبي بإطلاعه على عجائب العالم العلوي ووصوله إلى مكان لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل وذلك لبيان فضله صلوات ربي وتسليماته عليه فالنبي لما قال ما أنا فوق السماوات أقرب إلى الله من يونس بن متى بن متى في بطن الحوت سيدنا يونس لما التقمه الحوت فالنبي قال ما أنا فوق السماوات أقرب إلى الله من يونس بن متى في بطن الحوت يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقصد يعني ليس أقرب إلى الله بالقرب بالمسافة القرب بالمسافة لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا يحده زمان ولا يجري عليه مكان سبحانه لا يحده مكان ولا يجري عليه زمان سبحانه وتعالى الله منزه عن كل صفات المخلوقين وورض عن سيدنا علي رضي الله عنه كما رواه أبو منصور البغداري في كتابه الفرق بين الفرق وورض عن سيدنا علي أنه قال من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود هذا ما عرف الله هذا شبه الله بخلقه الله ليس كمثله شيء الله خالق الأجسام والصور خالق الأماكن فلا يحتاج إليها سبحانه وتعالى كان موجودا قبلها وبعد أن خلقها سبحانه لا يتغير عما كان وما أحسن قول آبائنا وأجدادنا ونحو ذلك كانوا يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير لأن التغير علامة المخلوق أكبر علامات الحدوث التغير أن الواحد مننا يتغير من حال إلى حال أضحك وأبكى أمات وأحيا الصحة والمرض إلى غير ذلك إلى غير ذلك من التغير والتطور والتبدل كل ذلك يجوز على المخلوق أما الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فنزه ربك سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان وقال كما قلنا قال سيدنا علي من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود هذا ما عرف الله هذا ما عرف الله وورض عنه أنه قال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان وهذا اعتقاد جمهور أمة النبي صلى الله عليه وسلم علماؤهم متكلميهم وفقهاءهم ومحدفيهم ومفسريهم هذا اعتقاد أمة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عبرة بمن شذ عن هذا المنهج ولا عبرة بمن خالف ما أجمعت عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا الحمد لله لو سمحت ممكن توطي بس صوت التلفزيون شوي ألو تفضلي يا فدنة لو سمحت النذر نذر وينفع ما نش قدر لنا أصلى الله وينفع أصول النذر لما الإنسان بس هو ده السؤال أيها طيب حاضر أجابك عليه لو إنسان نذر نذرا قال مثلا لله علي إن شف الله مريضي أو مثلا لو ابني نجح أو الحاجة دي قضيت لي مثلا لأذبحن لله مثلا خروفا ونحو ذلك أو لأخرجن من المال كذا على حسب ما نذر الإنسان فالإنسان فإذا حصل الأمر الذي نذر من أجله أنه نجح ابنه أو شفيا مريضه أو قضيت له حاجته فهنا ينبغي عليه أن يوفي بنذره ومتى يجب عليه الوفاء بالنذر لما يكون قادر على الوفاء بالنذر خلاص صار قادرا على أن يذبح هذا الشيء الذي نذره أو أن يعمل هذا الشيء الذي نذره لما يكون قادر فعند ذلك ينبغي عليه أن يوفي بنذره فإذا لم يستطع أو لم يأتي يعني ما جاء إليه مال لا يكون مطالبا به حتى يكون قادرا على الوفاء به فإذا كان إذا صار قادرا على الوفاء به صار لزاما عليه أن يوفي به أما غير ذلك فلا يجب عليه مدام يعني لا يستطيع أن يوفي بنذره فالنبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالنساء خيرا فقال استوصوا بالنساء خيرا فقلنا من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها نفقة من حلال لا إسراف ولا تقتير كما ورد في الحديث لما الصحبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما حق زوجة أحدنا عليه قال له أن تطعمها إذا طعمت وتكسبها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تقبح يعني لا تقول لها كلاما يؤذيها لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك وهذا الحديث فيه قواعد أساسية في حسن العشرة والإحسان وكذلك نهي عن التقبيح وهو أن يسمعها كلاما قبيحا محرما وهو أن يسمعها كلاما قبيحا محرما كالشتم واللعن وما أكثر هذه الأمور في هذه الأيام نرى كثير من الرجال وكثيرا وأيضا من النساء يعني كل واحد منهما يقبح الكلام للآخر أو يشتمه أو يسبه إلى غير ذلك ينبغي علينا أيها الأحبة أن نتعامل بتعاليم ديننا الفوز كل الفوز والفلاح كل الفلاح والنجاة كل النجاة في اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا فلاح لنا ولا نجاح لنا في الدنيا والآخرة إلا بالسير على نهج النبي صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم كذلك من حقوق الزوجة على زوجها ألا يمنعها مالها الذي تملكه يعني إذا كانت المرأة لها مال هذا المال اكتسبته من حلال سواء كانت تعمل وكان لها مال خاص يعني بإذنه ورضاه أو ورثت مالا من والدها ونحو ذلك فهذا المال هو ملك لها والإسلام شرع عن المرأة أن تمتلك وليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بطيب نفس منها وبرضى نفس منها ليس معنا اتصال آخر وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام أهلا وسهلا سمعتش اخفيش نوع كده أحيانا من الفترة تفضل نسبة الطلاق حولينا كبيرة جدا من دولة ومعلاسف كل أسرة فيها أربع أطفال وخمس أطفال نعم يا فندم نسبة الطلاق في منطقة اللي أنا جاعت فيها كبيرة جدا الطلاق نعم ومع الأسف يعني كل أسرة فيها أربع أطفال وخمس أطفال وما يوصل للطلاق نسأل الله السلام نعم طالع يا شخص دلوقت ضعف دين عن الزوجة أو الزوجة عزيني عزيني السبب عن المشكلة يعني أهو عم الحق إحنا ليه بنبين حقوق الزوجة وحقوق الزوجة ونعطي بعض النصائح لنتجنب مثل هذه الأمور نعم فهذه النصائح التي نذكرها وهذه الأمور التي نتكلم فيها من أجل أن لا نصل إلى هذا الأمر يعني ينبغي أن يكون شرع الله هو الأساس يعني كل أفعالنا وأقوالنا ينبغي أن نعرضها على ميزان الشرع فإن كانت ضمن الشرع فبها ونعمة وإن كانت خلاف الشرع فترد على صاحبها فترد على صاحبها وينبغي أيها الأحبة أن ننتبه ونعيد ونكرر نعيد ونكرر ونقول ينبغي أن ننتبه وينبغي لكل زوج أن ينتبه على لسانه أن ينتبه لما يخرج منه من كلمات من ألفاظ لأنه مؤاخذ عليها لأنه مؤاخذ عليها وخاصة في أمر الطلاق وذكرنا حديثا في المرة الماضية وكنت قد قرأته بطريقة فيها خطأ نوعا ما فأعيده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد قال النكاح والطلاق والرجعة وهذا الحديث فيه رد على الذين يقولون إن الطلاق الشفوي لا يقع يعني زي ما خرك بعض الناس على الفضائيات ونحن ذلك فقال لو ألم راتم اليوم مرة أنت طالق هذا لا يقع حتى يوثق العقد نحن مؤاخذون بما نتكلم به النبي صلى الله ورد في القرآن الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان منا مؤاخذ بما يتكلم به ومحاسب بما يتكلم به فالنبي حذرنا وقال من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة ضمنت له الجنة فقال سيدنا معاذ بن جبل يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال له صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم معناه نحن مخاطبون نحن نعاقب على الكلمة التي تخرج إن كانت خيرا فنجزى بها خيرا وإن كانت سوءا فنجاز عليها فنجاز عليها فالإنسان ينتبه وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خاطب لسانه قائلا يا لسانك الخيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا من آدم من لسانه فالواحد منا ينتبه إذا نطق بالطلاق إذا تلفظ بالطلاق فالطلاق يقع والطلاق نوعان منهما هو صريح ومنهما هو كناية الصريح كأن يقول لها أنت طالق أو أن يعلق الطلاق على فعل شيء كأن يقول لها لو خرجت من البيت تكونين طالق أو لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكونين طالق هذا يسمى طلاقا معلقا فإذا حصل الأمر المعلق عليه يقع الطلاق يقع الطلاق هكذا في حكم الشرع ونعلم أيها الأحبة نعيد ونكرر ونقول إن علم الدين ليس فكرة يأتي بها الشخص من تلقاء نفسه يعني بعض الناس بيكون قاعد فيختلوا حاجة فيفكر أن يعرضها على الناس اعرض ما عندك ولكن إذا كانت موافقة للشرع فأهلا وسهلا ونحن نلتزم بها وإذا كانت مخالفة للشرع فترد عليك كائنا من كنت كائنا من كنت فينبغي علينا أيها الأحبة أن نلتزم بما ورد في الشرع الأمر ليس بما تهوى الأنفس دين الله ليس مطية لكل أحد دين الله ليس بما تهواه النفوس أنا بحب الحاجة ديه أو نفسي تميل إلى هذا الشيء من اتبع الهوى هوى احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان والعلماء وضعوا الألفاظ والعقود ونحو ذلك والبيع والشراء والنكاح والطلق كل ذلك قائم على اللفظ اللفظ والكلمة لها قيمتها في الإسلام لها مكانتها في الإسلام وليس الأمر كما يقول بعض الناس إنه المرأة حملة زي أعدى أعدى في شأ قانون إيقار جديد ولا إلى غير ذلك من الطرهات التي يقولها بعض الناس نقول لهؤلاء إلى دياني يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم النبي قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني من فوش السنة كنت بهذر معاها وقلت الله أنت طالئ وليس في كل الأحيان الغضب يكون عذرا للإنسان لا الإنسان ينتبه الإنسان يحظر لسانه ويحظر نفسه ولا يسير على هواه بعض الناس يقول لك إيه حطها في رأة بتعالم واخلع منها أو اطلع منها لا أنت محاسب عليك أن تبحث إذا أردت الواحد مننا إذا أراد أن يعمل عملية جراحية أو أن يبني بيتا ونحو ذلك يبحث عن أمهر الأطباء وعن أمهر المهندسين كذلك دين الله ليس مطية لكل أحد دين الله ليس مطية لكل أحد وليس لكل أحد أن يقول في دين الله برأيه وهواه وليس لكل أحد أن يقول في دين الله برأيه وهواه فليتق الله كل إنسان منا كل واحد مننا فليتق الله عز وجل فما يجيش بعض ناس يقول لك حطها فراء بتعالم واخلع منها لا الإنسان عليه أن يتق الله عز وجل قال النووي لا يستفتى إلا العارف الثقة إذا أردت أن تستفتي فابحث عن إنسان دين يخاف على دينك يخاف على دينك ابحث عنه لو ذهبت إليه لو انتقلت من مكان إلى مكان حتى تستفتي إنسانا يفتيك بحق وليس كما تحب وتهوى فالأشخاص الذين يقولون أن الطلاق الشفوي لا يقع وأن سبب عز نحافظ على البيوت لا نعلمهم شرع الله فإذا علمناهم شرع الله وكل إنسان عرف ما له وما عليه والتزم به فهذا يكون سببا للحياة السعيدة هذا يكون سببا للتآلف والطراحم هذا يكون سببا للتعاون على الخير هذا يكون سببا لعمارة البيوت ولسعادتها ولا يكون سببا للخراب أما إن ابتعدنا عن دين الله وإن ابتعدنا عن تعاليم ديننا فيكون ذلك سببا في الفساد والإفساد فلنتق الله عز وجل ولا نسمع لأي أحد ونقول للإنسان الذي يفتي بمثل ذلك أو يضع كما قال وضع شرطا في عقد الزواج أنهما اتفق الطرفان على أنه لا يقع الطلاق الشفوي نقول له اتق الله عز وجل اتق الله عز وجل الواحد منا يدخل إلى قبره وحيدا فريدا ليس معه مال ولا منصب ولا جاه ولا أي شيء الإنسان يتق الله عز وجل ولا يخرق إجماع الأمة الله حذرنا من ذلك قال ذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير فإجماع الأمة هذا مصدر من مصادر التشريع إجماع أمة النبي والأمة أجمعت على هذا الأمر فلا يجوز أن نأتي بعد ذلك ونخرق هذا الإجماع فلنتق الله عز وجل ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أخطأ ولو أصاب أخطأ لتجرؤه على الفتوى بغير علم وقال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض وكذلك العالم ينبغي عليه إذا أفتى إنسانا ينبغي عليه أن يتجرد من هواه وأن يتجرد من شهواته وأن يتجرد من حظوظ نفسه هذا هو العالم بحق هذا الذي يتق الله عز وجل هذا الذي نستفتيه أما غير ذلك ولو كان يلبس مئة عمة ولو كان يلبس مئة جلباب ولو كانت معه مئات من شهادات الدكتوراه وغير ذلك ما دام أنه خالف شرع الله عز وجل فإنه يرد عليه قوله ولا يعمل به كائنا من كان ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة فكذلك أيها الأحبة كنا ينبغي عليه أن لا يمنعها ما لها الذي تملكه فالمرأة تملك في الإسلام ولها الحق الكامل في التصرف بأموالها التي اكتسبتها من خلال الطريق الشرعي معنا اتصال ألو طيب شكراً وحاولي اتصال مرة أخرى كذلك من حقوق الزوجة على زوجها كذلك عليه أن يحترمها الزوج عليه أن يحترم زوجته وعليه أن يكرمها فهي سيدة بيته وأم أولاده وموضع سره ونجواه وهي سكنه الذي يسكن إليه ومحل راحته وراحتها الله قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وقد أنعم الله على الرجال بأن جعل لهم المرأة رفيقة حياتهم والوالدة لأولادهم فلا استعباد ولا استبداد ولا قهر ولا قمع بل محبة ووداد وتفاهم وتفاهم واحترام متبادل واحترام متبادل فينبغي علينا أن نعمل ينبغي علينا أن نعمل بمثل هذه الوصاية فما أعظمه من توجيه نبوي كريم من الآداب النبوية يدفع إلى حفظ الأسرة والمجتمعات من الضياع الذي يلتزم بهذه الآداب بذلك يحفظ أسرته يحفظها من الضياع ويحفظ الأسرة والمجتمع من الضياع والفوضى والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا أوصى بمدارات المرأة وتحمل ما يقع منها والإغضاء عن بعض التقصير الذي قد يحصل من كثير من النساء والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ذلك فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وكلمة الأهل هنا المقصود بها الزوجة فقال خيركم خيركم لأهله فإذا كان الواحد منا يعني يحسن معاملة زوجته ويحسن أخلاقه معها ويصبر عليها وهي تصبر عليه فذلك هذا الإنسان يكون مع الناس حسن الخلق يحسن إليهم يعاملهم معاملة حسنة معاملة طيبة لأن هذا السلوك ينعكس عليه والنبي بيّن لنا أنه خيرنا في هذا الأمقال وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يعني يراعي بعض التغيرات النفسية التي تحصل بالمرأة أحيانا بسبب الحيض ونحو ذلك تتغير بعض صفاتها النفسية فالإنسان عليه أن ينتبه لمثل ذلك عليه أن ينتبه أو أنا ومعنا اتصال آخر ألو ألو فضل الشيخ أحمل معي أيوة تفضل الصوت عندك بقيت عشان تفضل أحددك لفت بالطلاق حلفان أنا ما كنتش متاكد منه والحلفان أنا ما كنتش متاكد منه خالص تمام وأنا واحد عرفني بحاجة وأنا ما كنت متاكد منه وحلفت بالطلاق عليه طيب تروح على دار الإفتاء وإن شاء الله في هناك بعض الأمناء الفتوى ونحو ذلك تجلس معهم تشرح لهم الموضوع وهم يفتونك بالصواب إن شاء الله لأنه أمر الطلاق ليس الفتوى فيه ليست سهلة فعادة أنا من يسألني أقول له اذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر أو إلى دار الإفتاء المصرية وإن شاء الله يجد هناك أناس عندهم الطلاق واسع يفتونه في أمره بما يوافق الصواب إن شاء الله تعالى فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي معناه أحسن الرجال من كان مع زوجته أحسن يحسن إليها ويصبر عليها ولا يؤذيها وأنا عادة في خطب النكاح أوصي بثلاثة أمور فأقول للزوج يعني اضرب وكسر وأقول للزوجة انسي حتى من بعض يستغرب أحيانا فنقول لهم يعني نقول للزوج اضرب اضرب على الوطر الحساس وتعلم سياسة النساء تعلم كيف تعاملها كيف تتعامل معها وكيف تتعامل مع صفاتها وكيف تتعامل مع تغيراتها النفسية أحسن إليها اصبر عليها هي زوجك أم أولادك وسكنك والله جعل بينكما مودة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ذات مر رأى إنسانا يجر البعير يجر الجمل ويسحبه بشدة شديدة بشدة وكان عليه الهودج والهودج هذا الشيء كان يوضع على الإبل قديما كانت تجلس فيه المرأة فصار يشده بقوة فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه وقال له رفقا بالقوارير فالنبي شبه النساء بالقارورة يعني التي يكون سهل انكسارها معنا اتصال آخر فضل فضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ أهلا وسهلا عمل ايه الحمد لله ازيك يا شيخ عمل ايه من نور الشاشة والله بارك الله فيكم الحمد لله الله يخليك والله من نور الشاشة والله يا بعمر الله يخليك انت عمل ايه الحمد لله رب العالمين انا عمتكم محمد اهلا وسهلا ومرحبا انت عمل ايه بارك الله فيكم الله يحسنوا اليكم يعني تنصحنا كده بايه النصائح الزهبية للسعادة الزوبية ايه انت تنصح بايه يا دينا شغلين عمين ننصحه يا كملي معنا الحلقة وإن شاء الله تجمعي النصيح كلها بارك الله فيك ماشي بسم الله فذكرنا أنه فنقول اضرب يعني اضرب على الوطن الحساس تعلم سياسة النساء تعلم كيف تعاملها كيف تحسن إليها كيف تصبر عليها وهي تصبر عليك وهكذا فالنبي لما رأاه يشد الجمل بشدة شديدة فقال له رفقا بالقوارير فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالقارورة التي يسهل كسرها وهنا النبي قال رفقا بالقوارير يعني معناه كل واحد ينتبه لأهله ينتبه لزوجته يعني كل واحد ينتبه لقارورته ليس قارورة غيره كذلك أيضا علينا أيها الأحبة أن ننتبه بعض النساء يعني هناك ذئاب بشرية هناك ذئاب بشرية يجلسون على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ونحو ذلك يتصيدون النساء أحيانا المرأة يكون زوجها خارج البيت طوال النهار لعمله ونحو ذلك ويوجد بعض الأشخاص ممن يجلسون على هذه المواقع يعني لا شغل لهم ولا عمل لهم إلا تصيد النساء وتصيد أمورهن فيلطف لها الكلام ونحو ذلك فتنجر معه إلى الفساد إلى الإفساد ونحو ذلك فعلينا أيها الأحبة أن نتق الله عز وجل الزوج والزوجة كل منهما يتق الله عز وجل فتقوى الله هي سبب للسعادة الأبدية نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه إنه على كل شيء قدير نسأله أن يحسن أحوالنا إلى أحسن حال اللهم حسن أحوالنا إلى أحسن حال وأصلح فساد قلوبنا وأصلح بيننا وبين أحبابنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير أيها الأحبة نلقاكم من الأسبوع القادم في مجلس آخر من مجالس الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته